السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة كنتم تكونوا بخير و لا خير و بصحة جيدة و دائما مع الوصفات سهلة و بسيطة و دائما مع الجديد لما شاء الله اقترح لكم وصفة لديدة بزاف اسهل وصفة ممكن تدريها كتشية رائعة بالبطاطا تستحق تجربة أكيد ستعجبكم جربوها و ماليش تنمو دعوه لايك و شاركوا في القناة و ببعض ترجو الوصفة من أصدقاء و من دعوه بركتي لأول حاجة نسلقوا بطاطا نسلقوا بطاطا و نبعد نقسمها و نبعد نقسمها طريفات و نمعسوها تقدروا تحقوها و نبعد نمعسوها و نضحنوها في الطحانة سهلة إذا تسلقوا بطاطا سلقوا بطاطا سخونة و تتمعس نسبة لكمية البطاطا تقريبا 1-4 بطاطا و ثم نأخذ الكفتة صحنة و تتسلقوا بطاطا و نخلط مبتلا بالتحمسة و نقمع مبتلا ثلثة لفصت أو تستخدمهم صلحانة و نضح الدعوات و نضح الكامون اضد الحميرة و نضح نظم أعليقة صغيرة قمط البزهر ملحة تواب العادية تضيف الهريسة حارة كفتة مع الطاطم تنزيل سترق الجميل يجب عليكم تحضير كفتة مفيدة ثم تصبح الكفتة نأخذ مزيدة نحن نحن نأخذ مولا لفرنة بشكل زيت أو الزبدة ونأخذ كل أحبه حسب الكمية للبطاطا وحجم ندورها ونوريكم الشكل كديره ندره من التساويين ونبسطونه تجعل المسافة بين كل واحدة وحدة لأنها تبسط كل واحدة بوحدها لا تلصق شيئا في اليدين غير جمعها عادي لا تلصق مولا تقريبا نوحة سكيلو البطاطا كافية أربعة البطاطا زرات تقريبا سكيلو تبسطين مع رب عادي الكفتة ندره كمية الكفتة بسبحة البطاطا لكي لا تكون شطة غالبة الأمر مهم بعدما نكمله نقوم بسطوب الكاس دهنوا بصوصا لتلصق عليكم دهنوا بصوصا بصوصا تضيف حفيرة البطاطا يجب أن نعمرها بصوصا تقريبا بصوصا تعمرها بصوصا تعمرها بصوصا من الصور تعمرها بصوصا تعمرها بصوصا انتخلج سلطة مطيشة كم تدري لون حمر نعمر الفرماج الوسط أعطي لون حمر و لا تضغط مغاية نعمر الفرماج ثم ندخل الفران و ندخل المول لتحمر البطاطا خفيف اضغط ملوط لن تحمر البطاطا لن تشعل الفرن ندخل الفرماج لن تحرق الفرماج حتى تريد أن تضغط مغاية ندخل الفرماج لن تحرق الفرماج لن تحرق الفرماج أيضا نحن نضعين اشعر ملوط و لا تحرق الفرماج مع البرطات من الكنيس هنا تحديث لن تحضير و لا تثير و سلامة و في ساته الله في رأي الله إلى اللقاء شكرا 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 شكرا